في المفاصل الزلالية قلنا أهم ما يميزها هو وجود تجويف مفصلي صغير موجود بين العظام اللي هو الأرتيكولار كافيتي بالإضافة إلى هذا التجويف المفاصل الزلالية بتحتوي أيضا على مجموعة خصائص مميزة أولا هو وجود طبقة غضروفية اسمها هايلاين كارتليج الطبقة الغضروفية دي بتغطي السطح المفصلي للعظام المشاركة في هذا المفصل ثانيا السينوفيال جوينتز بتحتوي على حاجة اسمها جوينت كابسول وده عبارة عن محفظة أو كابسولة بتتكون من غشاء زلالي داخلي اسمه انر سينوفيال ممبرين وغشاء لي في خارجي يسمى اوتر فيبرس ممبرين وتعالا نعمل مقارنة سريعة ما بين الانر سينوفيال ممبرين والاوتر فيبرس ممبرين الموجودين داخل السينوفيال جوينتز الغشاء الداخلي اللي هو السينوفيال بيتصل بحدود المفصل الداخلية بين الغضروف والعظم وبيحيد بالتجويف المفصلي من الخارج اللي هو الارتيكولار كافتي والانر سينوفيال ممبرين هو كسيف اللوعية الدموية واللي بتفرس سائل زلالي او سينوفيال فلاويد وبيتم ترشيح السائل الزلالي داخل التجويف المفصلي وبيعمل حاجة زي تليين او تشعيم الاسطح المفصلية للعظام علشان يمنع تآكل العظام وان امثلة السينوفيال ممبرين المهمة هو ان في اكياس او جيوب مغلقة بتتكون خارج المفاصل فبتكون حاجة اسمها سينوفيال برسي او تندونشيس السينوفيال برسي عبارة عن اكياس زلالية بتكون موجودة بين التركيب وبعضها زي مثلا بين الاوطار والعظام او بين الاوطار والمفاصل او بين الجلد والعظم ودورها انها بتقلل الاحتكاك ما بينهم اثناء الحركة والتندونشيس عبارة عن غلاف يحيط بالوطر وبرضه بيقلل من الاحتكاك الغشاء التاني اللي هو الفيبروس ممبرين الغشاء اللي في الخارجي في المفاصل الزلالية بيتكون من طبع سميكة من النسيج الضام ودوره انه بيحيط بالمفصل ويسبته اجزاء الفيبروس ممبرين ممكن انها تدخن وتكون اربطة علشان تضيف تثبيت اكتر للمفصل ودي كانت المقارنة بين الغشاء الداخلي والخارجي في المفاصل الزلالية وبرضه من خصائص المفاصل الزلالية هو وجود بعض التراكيب او الهياكل الاضافية زي مثلا الفات باتز والتندونز وزي مثلا الارتيكولر ديسك واللي عادة بيتكون من مادة اسمها فيبرو كارتريج اللي هو غضروف ليفي الارتيكولر ديسك بيمتص قوة الضغط اللي على المفصل وبيتكيف مع التغيرات اللي بتحصل في سطح المفصل أثناء الحركة وبيساعد في توسيع نطاق الحركة اللي المفصل يقدر يعملها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة